مناسب يجد المصور الفوتوغرافي عمر فرنجي هدفه بعدسة هاتفه يوثق يوميات قناع واق ألقي أرضا بعدما انتهت صلاحية استخدامه نرافق عمر في جولته هذه ليخبرنا كيف بدأت رحلة البحث عن غزاة بيروت اسم المشروع الذي أطلقه مؤخرا غزاة بيروت لأنه هني تصوروا بفترة كان عندنا اللوكداون يعني ما كان في حدا قادر يتحرك إلا ضمن أوقات معينة وضمن شروط معينة من وراء فيروس كوفيد 19 بمعنى هالشوارع فاضية وهني موجودين بالشوارع وينما كان بكمية كبيرة اعتبرت أنا أنه بمحل هني عم بيجوا يقعدوا محلنا يعني يقعدوا بطرقاتنا بشوارعنا في شوارع المدينة باتت هذه الظاهرة لا تفرق بين حي وآخر الكل سواسية في تحمل مسؤولية إعادة نشر الفيروس القاتل رغم كل الإرشادات التي تشدد على ضرورة التقيض بأقصى درجات الوقاية هؤلاء المعمولين هني تيحمونا بس نحن من وراء تصرف شوي منه مسؤول وصلنا أنه هؤلاء صاروا بشكله خطر كتير كبير علينا على حياتنا وعلى صحتنا البيئية كمانا أكثر من ستة وثلاثين صورة استعار من خلالها عمر قصصا إنسانية وأسقطها على الأشكال المختلفة للقفازات الطبية أو الأقناعة الواقية على مختلف أشكالها وألوانها جرد ما بلاشت تصور شفت فيهم أكثر من كفوف وكمامات مرميين على الطرقات شفت فيهم شخصيات بتجسد أكثر من حالة اليوم عم نعيشها كلبنانية وكا وينما كان بدول العالم من هؤلاء الصور مثلاً عنا الكوتش بوتايتو يلي هو جمالاً الشخص اللي قاعد كل نهار عم يتفرج على تيفي في عنا الهوملس يلي هني مع الأسف المشردين مصور الأقناعة خلال تظاهرات السابع عشر من نوفمبر يأمل اليوم بعودة الحياة إلى طبيعتها لتخرج هذه الصور في معرض يروي واقع حياة اللبنانيين بأفراحهم ومعاناتهم حيث تعبر كل صورة عن تحديات مواجهة وباء كورونا يهدف عمر فرنجي من خلال مشروعه الفوتوغرافي هذا إلى نشر الوعي بين اللبنانيين حول مخاطر رمي هذه الأدوات الوقائية بين البيوت وفي الشوارع هذا المشروع الذي يحمل اسم غزات بيروت قد يتحول قريباً إلى حماة بيروت سحر أرنقوت الحرة بيروت